من العاصمة الفرنسية باريس المحلل السياسي المصري المقيم في باريس الأستاذ محمد الألفي مساء الخير أستاذ محمد أهلا بحضرتك معنا في الحال يوم أهلا بحضرتك فرنسا أستاذ المشاهدين دكتور عمر أهلا وسهلا فرنسا أستاذ محمد يعني وصف لنا المشهد إزاي بتعيش فرنسا هذا الحادث ولسيما العاصمة باريس الحقيقة حضرتك المشهد مسل صدمة كبيرة من حيث العملية نفسها وتوقيتها وطريق تنفيذها وأن باريس ليست معتدة على مثل هذه الأنواع من العمليات الإرهابية الكبيرة بهذا الشكل وفي منطقة حساسة جدا قريبة من قصر الإليزي وخاصة أن الجريدة نفسها تحت الحماية الأمنية منذ 2011 من وقت احتراقها لأنها تهددت عدة مرات تحرقت في 2011 وتهددت في 2013 والنهاردة طبعا الرئيس الفرنسي نفسه والشعب والحكومة في حالة صدمة كبيرة من هذا العمل من ناحية من حيث شكل الجريمة والناحية الأخرى من حيث أنه بيعتقدوا أنه هو ده طبعا تهديد للحريات وأنه إسكات لأي صوت يحاول أن يعبر عن رأيه بطريقة أو بأخرى لأنه حتى هي شارلي إبدو لم تسيء أيضا لرسوم موسيقى للإسلام فقط ولكن هي لها اتجاه أنها ضد التطرف بكل أشكاله وحتى هي لها مشاكل كبيرة في القضاء مع اليمين الفرنسي والأوروبي بشكل خاص طب هل يعني أفهم منك يا سيد محمد أن الآن العاصمة الفرنسية باريس بتعيش نفس الأجواء اللي عاشتها نيويورك بعد 11 سبتمبر هو نفس الأجواء لأنه هو طبعا كان فرنسا كانت واخد احتياطات كبيرة جدا لاحتمال توقع هجمات واخد إجراءات عالية للمستوى النهاردة الأجواء يعني صعبة جدا وهي تشبه بالفعل أجواء 11 سبتمبر لأنه يعني فرنسا يعني لا تذهب بعيدا في مسائل الأمن كما تعلم حضرتك أستاذ المشاهدين ولا تذهب بعيدا في مسألة كبت الحريات أو اتخاذ إجراءات استثنائية حتى يعني تسيطر بشكل أو بآخر تمام طيب خلينا برضو نتعمق شوية بالتفصيل حوالين الحادث الأجهزة الأمنية بتقول إيه حاليا هل فعلا من ضمن القتلى أربعة من أبرز رسامي الكاريكاتير في هذه الجريدة ده صحيح يعني أنا بشكر حضرتك على هذا السؤال عشان نتكلم في التفصيل بتاع تنفيذ الجريمة هو الجريمة طبعا تنفيذ الساعة 11 ونص الوقت ده حضرتك اللي بتجتمع فيه صالة التحرير والإرهابيين لما دخلوا اختاروا الرؤوسة التي ينون قتلها بالفعل يعني هو أربع رسامين مشهورين ومن ضمنهم كمان مدير التحرير والتوقيت بتاع العملية نفسه حضرتك جاء في حالة الاسترخاء الأمن لأنه كان فيه استنفار وقت أعياد الميلاد هنا وده وقت تم طبعا تحديده بشكل دليل ده شغل ناس محترفين ومسألة يعني ده سبق واستطلاع ثم تخطيط ثم تنفيذ وحتى طريقة تنفيذ العملية من مقاطع الفيديو التي أزيعت لحقا اللي هي مركبة أعلى هذه المباني المحيطة يعني حتى لو شفنا أنه لما تم إطلاق النار على شورتي ما اكتفاش بكده بل هو رحله بدم بعصاب برده جدا وأطلق النار على رأسه تم استخدام سلاح أرب جي في هذه الجريمة وتم استخدام ثلاث أسلحة أوتوماتيكية اللي هي الألية يعني مع ثلاث أشخاص وطبعا فيه رواية مهمة جدا يجب أن نعرفها هي لسه ما تأكدتش من الأجهزة الأمنية أنه اليوم أنه تم السيارة للسوداء اللي تم تنفيذ بيها اللي هربوا بيها فعلا وبعد كده وضعوها في مكان آخر وانتقلوا بوسيلة نها الأخرى أنه تم يعني انزال صاحب السيارة منها هو رجل طاعن في السن وقيل له قل للإعلام أننا تنظيم القاعدة في اليمن طبعا لم تؤكد هذه الرواية بعد ولكن تتناولها حتى الآن وسائل الإعلام الفرنسية حتى يأتي تأكيد عقب الحادث طبعا احنا شفنا الرئيس الفرنسي فرنسو هولند ذهب إلى هناك وقال أن فرنسا ستتخذ كافة الإجراءات لحماية الدولة الفرنسية والمنشآت العامة بما فيها الإعلام وخلافه وهي أيضا ستتحرك في إطار القانون بعد كده تبعوا السيد مانويل فالس باجتماعه مع وزير الداخلية برنار كازنوف ووزير الداخلية قال نحن رفعنا حالة الاستعداد إلى حالة القصوى التي تمثل توقع هجمات إرهابية وقال بالحرف اللي قد أبلغت كافة الدوائر الأمنية أن تحتاط لتوقع عمليات أخرى إلى هذا الحد ذهبنا بعيدا في هذا الموضوع وأيضا هناك ملاحقة لمعرفة كيفية هروب الجناة اللي زي ما وجدت السيارة التي هربوا بها الليل السوداء خارج مدخل باريس فلا نعلم ما الجديد الآن وبانتظار الليلة الرئيس الفرنسي فرنسواء أولاند سيوجه كلمة للأمة الفرنسية السامنة بتوقيت باريس التساعة بتوقيت القاهرة وده برضو يعني خلي في علامات استفهام أستاذ محمد يعني كيف يمكن أن يتم مثل هذا الهجوم الإرهابي في قلب باريس ويستطيع من قام ويستطيع المهاجمون والإرهابيون أن يفلتوا يعني هكذا بسهولة يعني حضرتك بتقول أنه مقر الجريدة لا يبعد كثيرا عن قصر الإلزع نعم صحيح هو في الحي الحداشر يعني معروف قيمة هذا الحي كحي كبير يعني لكن القصة تكمن في أنه يعني أن هناك من المؤكد خلايا نائمة قامت بتنفيذ هذا العمل وغير مرصودة طبعا يعني نحن متابعين أنه فرنسا من وقت كبير ومعظم دول الاتحاد الأوروبي حتى على لائحة القادمين كل الذين يعني سفروا إلى سوريا وإلى العراق وانضموا إلى تنظيمات إرهابية وإلى أفغانستان وإلى آخره طبعا الموضوع مش بالسهولة الرصد لأنه أنت النهاردة الاتحاد الأوروبي الآن وبما فيه فرنسا طبعا كدولة كبيرة في الاتحاد الأوروبي بتعاني من مسألة الحرب الفكرية بشكل كبير ومن ضغط الجماعات الدولية الإرهابية والتي دخلت معها على خط الشركات الأمنية أيضا يعني هناك أيضا من يقوم بتجنيد عقائدي ومن يقوم بتجنيد مدي وإحنا فيه شركات كبرى في بولندا بتضرب عناصر للشركات الأمنية ودول طبعا أنت قدام جناحين جناح بيتعامل بشكل عقائدي وجناح بيتعامل مقابل المال طيب خلينا برضو يعني نقرأ تدعيات هذا الحادث الإرهابي أستاذ محمد كيف يمكن أن تنعكس هذه الحادثة على أوضاع المسلمين على أوضاع المهاجرين في فرنسا خاصة وأن بعض المواقع عرضت يعني بعض لقطات الفيديو وسمعنا بما لا يدع مجالا للشك هتفات الله أكبر أثناء يعني الهجوم على الجريدة الصحيح ده يعني هو ده حضرتك مش مستغرب ومتوقع لأنه التهديدات كانت من منطقة الساحل والسحراء إلى فرنسا تهديدات كانت من منطقة الشام إلى فرنسا من ذاعش إلى فرنسا ومن منطق أخرى في العالم من منطقة درنا وجنوب ليبيا إلى فرنسا بأنها ستستهدف والهدف أنا كما يعني أنا أرى أن فكرة شارل إبدو هي فكرة لها عدة اتجاهات هي فكرة أنها جريدة لها مشكلة مع جناح من المسلمين يرى أن العنف هو الحل للرد على الرسوم المسيئة والفكرة الأخرى هي يعني إحداث حالة من الضغط الفكري على الحكومة الفرنسية لتغيير مواقفها في مناطق عديدة في العالم خاصة المناطق التي يتواجد فيها المتطرفين أو أن تنكمش فرنسا وتغير سياستها الخارجية لكن طبعا إذا تكلمنا على الشكل الداخلي لدينا مشكلة بالفعل قائمة داخل فرنسا وداخل دول الاتحاد الأوروبي أن هناك عناصر تعيش بيننا دي حقيقة تطرفت وذهبت بعيدا في الاتجاه الديني الفكري المتشدد وللأسف الشديد أن نسبة كبيرة من الموجودين أيضا الكل يعرف هذا ومن يعيشنا في أوروبا يعرفون هذا دخلوا هذه البلدان تحت مظلة حقوق الإنسان وأن دولهم دول ديكتاتورية وتضطهدهم هناك الآن نحن على الأرض بدأنا سنرى نتائج معاكسة لدخولهم هذه الدول وستنعكس سلبا بالطبع على شكل العام للمسلمين كجاليات وبالتالي للأسف تشويه الإسلام بشكل أو بآخر يعني اللي خرج بيقول أنا انتقمت للرسول الكريم عليه الصلاة والسلام بالعكس هو لم ينتقم هو هدم الصورة طبعا في ذهنية المواطن الغربي لذلك يعرف الكثيرا عن الإسلام إلا المثقفين فيه وهدم كثيرا من تسامح الإسلام طب السوز محمد إحنا عندنا هنا في مصر يعني استمعنا إلى كثير من المسؤولين حتى للرئيس عبدالفتاح السيسي وهو يشير إلى مسألة انتقائية الغرب في مسألة أو في مفهوم الإرهاب يعني إحنا نطالب الغرب بأن يكون مفهومه للإرهاب مفهوم شامل ليس هناك انتقائية يعني جماعات بيعتبرها الغرب إرهابية وجماعات أخرى بتلقى أحضان دافئة في الغرب هو طبعا يعني خلينا نذهب بعيدا إلى الجيو السياسي والجيو استراتيجي أن لا ننكر أن هناك من وجد أحضانا دافئة في الغرب وفي الليات المتحدة وفي دول أخرى لأن هؤلاء يعملون ضمن أجندة الرئيس السيسي لما يتحدث عن فكرة الانتقائية أنه يجب أن نتصرف ونتحرك باتجاه إيقاف كل من يأخذ فكرا متطرفا من حيث كتجنيد فكري أو كعمل عسكري على الأرض للأسف من وجدوا الأحضان الدافئة لم يجدوا الأحضان الدافئة في الإقامات والمساعدات الاجتماعية بل وجدوها أيضا في التمويل هناك أيضا مؤسسات تحصل على تبرعات في شكل أنها للمسلمين وتستخدمها استخدام سيء وهذا ممنهج ومعروف تحت أعين أجهزة كبيرة للأسف الشديد وهذا بدأ ينعكس الآن وهل تتوقع سيد محمد أنه يكون فيه مضايقات للمسلمين في الشارع الفرنسي الحقيقة ليس بصورة كبيرة لأن الحقيقة فرنسا من الدول التي قد يحدث حالات فردية قد يحدث حالات فردية إنما الحقيقة أنا من خلال إقامتي هنا فرنسا تطبق قانون واحد على الجميع يعني لا تذهب باتجاه التطرف في اتخاذ إجراءات استثنائية يعني ممكن هنلاقي زي تشيكينج بوينتز كده في مناطق معينة في الضواحي اللي هو التواجد الشرطي المكسف حتى النهاردة برنار كازنوف وزير الداخلية قال إحنا هنستعين بالجيش وعلى فكرة النهاردة مسؤولين سياسيين كبار بيتكلموا في فكرة الاستعانة بالقوات المسلحة الفرنسية في تأمين منشآت كبرى وحتى في التواجد مع الشرطة في الشارع لأن لها دور مهم في مسألة تأمين وحماية فرنسا ككل مش بريس لوحدها وده بس الرسالة حتى للناس اللي عقابوا قبل كده على أن الجيش بينزل في بعض الدول العربية للتأمين اعتبروها بدعة واعتبروها أن هذا يعني يقوض الديمقراطية ها نحن نقول لكم فرنسا اليوم كبار مسؤوليها يطالبون بالاستعانة بالجيش في تأمين البلاد المستقبل السياسي للرئيس فرنسواء أولند الآن هل هو على المحك؟ الحقيقة يعني رغم أسفنا الشديد للسقوط ضحايا حتى فيه اتنين ضحايا من الشرطة اللي كانوا بيأمنوا للمبنى الفرنسا الآن تتكلم بصوت واحد وتقول نحن ذهبت باتجاه واحد وهو فكرة حماية الجمهورية الفرنسية بمبادئها الكاملة الذي يغرد خارج السرب الآن وجاءته الفرصة هو اليمين المتطرف بزعمة ماري لوبين هي التي طبعا دائما ما تقول أن المهاجرين سبب الكوارث المهاجرين أفسادوا نمط الحياة الفرنسية أما فرنسواء أولند فربما تكون هذه الضارة يعني تعينه على أن يتخلص من بعض الضغوط في أن تتحد كافة القوات السياسية خلفه لمحاربة الإرهاب وإيجاد سبيل لإخراج فرنسا من هذه الأزمة ولو لفترة مرحلية أما طبعا أنت عارف تابعا والسادة المختصين يعرفون أن الأزمة الفرنسية المالية كبيرة جدا وحتى مش فرنسا بس معظم دول الاتحاد الأوروبي دخلت فيه مسألة انكماش كبير جدا أنا بشكرك شكرا جزيلا لسادة محمد الألفي المحلل السياسي المصري المقيم في بي